يقول أنه اتفق مع أحد الأشخاص أنه سيشتري منه بيتاً بقيمة مليونس و اتفق على الذهاب كتابة العدل لأفراغي هذا البيت لكن يقول قبل الموعد اتصل به أحد الأشخاص و عرض عليه مبلغ أكثر فقال له إما تشتري بنفس المبلغ ولا سبيعها للشخص الآخر فما حكم ذلك إذا كان قد أطلق نية البيع إذا كان البائع قد أطلق نية البيع و المشتري قد أطلق نية الشراء و قال و أتى البائع بالصيغة الإجاب و المشتري بالصيغة القبول كان يقول مثلا بعتك بيتي أو نصيبك و يقول للمشتري اشتريت أو قبلت و حصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان أو ما كان في حكمه فهنا يكون البيع لازما و ليس للبائع أن يتراجع يقول النبي صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فما دام في مكان التبايع و يسمى خيار المجلس فكل منهما له الخيار إذا حصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان لازم البيع أو مثلا ما كان في حكمه لو كان مثلا البيع عن طريق الاتصال الهاتفي بمجرد إغلاق السماعة يلزم البيع فإذا نقول الأخ الكريم إذا كان قد حصل إجاب من الباع و قبول منك و حصل التفرق من مكان التبايع فالبيع لازم و كون الباع يبيعه على شخص آخر هذا لا يجوز أنه يكون قد باع ما لا يملك لأن الملكية الآن انتقلت للمشتري حتى وإن لم يدفع الثمن حتى وإن لم يعطيه عربونا فمدام أنه حصل إجاب و قبول وتفرق من مكان التبايع و تفرق عن مكان التبايع فقد لازم العقد لو أخذناها من ناحية ثانية مثلا لو فرضنا أن المشتري عدل عن الشراء في هذه الحالة هل نقول أنه ليس له الحق الآن أن يعدل حتى بعد أن حصل إجاب القبول نعم نعم كذلك الحكم يعني الإلزام للأثنين الإلزام للباع والمشتري و لذلك يصنف عقد البيع على أنه من العقود اللازمة لكنه إنما يلزم بعد التفرق من مكان التبايع بالأبدان فيكون عقدا لازما لكن يستحب على سبيل الاستحباب و ليس على سبيل الوجوب أن أحدهما إذا طلب من الآخر الإقالة أن يقيله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلم بيعته قال الله عثرته يوم القيامة لكن الإقالة ليست واجبة و إنما هي مستحبة